اللي مالوش قلب مالوش رزق طبعا احنا عارفين ان كل ما المخاطرة بتزيد المكسب معها بيزيد تعال اوريك مثال بالارقام حلوة قوي ده صندوق ازيموت الدخار لو جينا نشوف بيستثمر في ايه هنلاقي ان معظم فلوسه بتستثمر في ازون الخزانة يعني بيحقق مكسب بس ماينفعش يخصر الصندوق ده بدأ اخر 20-20 كان سقر الواثقة فيه 10 جنيه وفيدل يزيد باستمرار لحد ما النهاردة سقره بقى 16 جنيه يعني لو حطيت فيه 100 ألف جنيه من 4 سنين كنت هتاخده من النهاردة 160 ألف جنيه تعال بقى نشوف صندوق تاني اسمه ازيموت فورس لو جينا نشوف هنلاقي ان صندوق فورس بيستثمر فلوسه في اسهم البورسة ودي طبعا في عام خطر الصندوق ده بدأ في نصف 2021 كان برضو سعر الواثقة 10 جنيه وفيدل بقى من بعديها يطلع شوية وينزل شوية لحد ما وصل النهاردة ان سعر الواثقة بقى 29 جنيه يعني لو حطيت فيه 100 ألف جنيه من 3 سنين النهاردة هتاخدهم 290 ألف جنيه وده يعلمك حاجتين ان الصبر والاستثمار على المدى الطويل افضل من المضاربة والحاجة التانية ان